بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومع الله اللهم أعلمنا ما يفعلنا وفعلنا ببعضنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين الله من أسألك علما لا فإن ورسقا طيبا وعملا متقبل السلام بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد نقل القراءة هذا الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف ففعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ومبارك على عبد الله ورسولنا من محمد وعلى آله وصحبه واتبعنا لهم بإحسن يوم الدين هذه السورة في سورة الفجر افتتح الله تعالى بالقسم أقسم فيها بعدد من المخلوقات أقسم بالفجر وليال العشر والشفى والوتر والليل ياسر خمسة أشياء أقسم بالفجر وليال العشر والشفى والوتر والليل ياسر واختلاف نفسر في المراد بالفجر فقيل إنه فجر كل يوم لأنه ابتداء أول النهار وقيل المراد به فجر يوم النحر خاصة وقيل المراد به أول يوم محرم لأنه تنفجر فيه السنة وهذا يعني هذا إنما كان بعدما اجتمع صحابه وما رضي الله من جمعهم من أن تبدع السنة وما قبل ذلك ما كان يعرف أن محرم هو أول السنة وقيل المراد به صلاة الفجر لأن تقعوا في ذا الوقت وقيل المراد به النهار كله وإنما ذكر أوله لأنه لأنه مقدم النهار ومؤخر الليل ولعل هذا هو يعني هو الأقرب أو صلاة الفجر كلا هو أقسم الله تعالى بالفجر وليال العشر اختلف في الليل العشر على التأقوال قيل المراد به عشر في الحجة وقيل المراد به العشر الواخر من رمضان وقيل المراد به العشر الأول من المحرم وهذا يقول للثاني ضعيف والصواب أن المراد به فيها إما العشر الواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر وفيها يوم فاضلة أو العشر الواخر من الحجة لأن فيها يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر وفيها يوم عرفة ما روي الشطن وفيها أدحر ولا أحقر ولا أسرى منه في ذلك اليوم وله فيها الوقوف وفي عرفة وهذا الاجتماع العظيم وأرجح القولين أن المراد به العشر الأول من الحجة والشفع والوتر يختلف المفسنون في الشفع والوتر وقيل المراد بالشفع المخلوقات والوتر هو الله عز وجل وقيل المراد الشفع والوتر من كل المخلوقات وقيل المراد بالشفع والوتر الأعداد من الأعداد وقيل المراد بالشفى عشرة الحجة والوتر يقيل المراد بالشفى يوم النحر والوتر يوم عرفة والليل إذا يسري اختلف المفسرون فيه المراد بقول يسري قيل المراد به إقبال الليل وإدواره كقوله تعالى والليل إذا عسعس أي أقبل وأدبر وقيل المراد بيسري إذا أرخى ظلامة على الكون وسكن الناس واستراحوا من عناء النهار ثم يستيقظون ويستعدون حياة جديدة كأنها حياة جديدة استعدون شاطا وقوة كأنها حياة جديدة هذه الأشياء التي يقسم الله بها الفجر والعسر والشفى والوتر والذي إذا يسري يقوله تعالى هل في ذلك قسم والذي حجر هل في هذا القسم بهذه الأشياء عبرة وعظة والمراد بالحجر العقل قالوا له يسمى الحجر العقل يسمى الحجة ويسمى اللب ويسمى العقل الحجر لأنه يمنع صاحبها عما يشين ويحمله على ما يزين وليس المراد مجانا من الخبر وإن المراد العظة والعبرة ولهذا قال هل في ذلك قسم الذي حجر والمعنى أن الإقسام بهذه الأشياء فيها العظة والعبرة لمن كان له عقل سليم هل في ذلك قسم وجاءوا القسم اختلف المفسر فيه فقيل المراد به قول الله تعالى إنا ربك لبالمرصاد هذا هو جاءوا القسم فقيل المراد جاءوا القسم محذوف تقديره ليبعثن الله العباد ويجمعهم يوم القيامة للحساب والجزاء وقيل المراد محذوف تقديره لا يأخذن الله الكفار ويؤيدهما بعده وقال لم ترى كيف ربك بعاد لرمضات العماد التي المقربة في البلاد وقيل المراد وقيل الجواب القسم هو المقسم به طرح هذا العلامة الشهر الرحمن الساد قال القسم المقسم به هو المقسم عليه ونقرب الله ونأخذن الله أن نجاوب القسم محذوف تقدير لا يبعثن الله الكفار ثم يحاسبهم ثم يجمعهم من القيامة الحساب والجزاء أو لا يأخذن الله الكفار ثم قال سبحانه ألم ترى كيف ربك ألم ترى كيف ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك ألم مرصاد يبين الله تعالى هذه الأمم ما حل بها من العلاب والنكال بسبب كفرها وعنادها وتمردها على رسل الله وهذا فيه تحذير لهذه الأمة عظة عبرة تذكير من الله تعالى لهذه الأمة أن تسرك مساركها فيصيبها ما أصابها والسبب والسبب الذي أهلكهم الله تعالى هو تكريبهم من الرسل وجحودهم لتوحد الله عز وجل مع المعاصي الأخرى التي ارتكبوها من هذه العباد الله وظلمهم والاستفاة لم ترى للتقرير والرؤية هنا علمية وما لم تعلم كيف فعل ربك بيعات وهم قوه هود عليه الصلاة والسلام كيف أهلكهم ودمرهم بالريح التي استخرها عليهم سبع لال وثمانة أيام حسوما وقل إرم إرم اسم القبيلة أو اسم الجد القبيلة التي تنتسو إليه اسم القبيلة أو اسم جدها جد عاد ذات العماد وصفها بأنها ذات العماد ويعاد إرم ذات العماد قيل المعنى ذي القوة والجبروت والعتو والعناد وقيل المعنى بالعماد أنهم لهم عماد عمد وخيام يسترحون بها ويتنزهون يخرجون من البلد ويتنزهون بهذا الخيام كما يفعل الناس يذهبون للبراري للتنزه والصيد وغير ذلك وغير المراد بلادات العماد أي أصحاب الطول في القامة الطول قامتهم التي للمخلق مثلها بلاد يعني في العاد في الجبروت والعتو والعناد ولهذا افتخروا بقوتهم وقالوا من أشد مننا قوة قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق هو أشد مننا قوة وكانوا باعياتنا أجحدون ألم ترى كيف على ربك بعاد يرى ملات العماد التي لم يخلق مثلها لم يخلق مثلها في البلاد في العتو والجبروت والعناد دمرهم الله وآهلكم بسبب كفرهم وعنادهم وتمردهم وعادهم بقبولهم الحق وجهدهم لتوحيد الله عز وجل وثمود وهم قوة صالح الذين جابوا الصخرة بأن يقطعوا الصخرة بالوادي وادي القرى وكانوا ينحتون من الجبال بوثا فارهين ويتخبون من السهول قصورا يسكنونها وسألوا نبيهم آية فأعطاهم الله الناقة وقال إن لها يوم تشرب الماء ولهم يوم الآخر ولهم تشرب الماء تعطيهم من اللبن بقدر ما شربوا فملوا هذه القسمة واتفقوا على قتلها فقتلوها وثمالوا على قتلها وكان الذي قتلها واحد لكنهم تمالوا وتواطئوا واتفقوا فصاروا كلهم قتلة فأهلكم الله تعالى بالصيحة صحبهم الجبليين صيحة انقطعتها معهم في أجوافهم فهلكوا عن آخرهم ما عدى الله لهم من العلاب في الآخر ونصر الله ونعافية وفرعون ذي الأوتاد فرعون الذي ادعى الربو بيه وقال للناس ربكم الأعلى فرسل الله لهم موسى وداه للتوحيد فاستكبر واستمر على عناده وكفره وتعذيبه بني إسرائيل وكان يسومهم سؤال على بيقتلوا أبناء الأبناء ويستحي النساء للخدمة صلى الله عليه وسلم قال فالأعرض للأوتاد غير المرض بالأوتاد يعني الجنود الذين يتقوى بهم ملكه وغير المرض بالأوتاد تبتها في الأرض للتعذيب للتعذيب للناس للتعذيب من الأرض التعذيب الذين اتقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد قيل المراد هذا وصف لفرعون فقال اتقوا في البلاد وقيل المراد وصل لقبائل الثلاث وصف لفرعون وثمود وعاد وهذا هو الأقرب لأنوا اتقوا في البلاد إن يتجبروا وأعظم الطقيان الكفر بالله عز وجل وتكريب الرسل ثم العدوان على عباد الله الذين اتقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وأعظم الفساد تكريب تكريب الرسل وجحد فتوحد الله فصب عليهم ربك سوط عذاب أهلك عدم عدم بالريح والك نمود بالصيحة والك فرعون وقومه بالغرب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد قيل إن ربك المساقل قيل إنه هو جواب القسم والمعنى إن الله تعالى يرصد أعمال عباده ويرقبها ويحفظها ثم يحاسبهم ومجازه معيها وهذا فيه تهديد تهديد ووعيد لمن عصى الله تعالى مستمر على كفره وعلى العدد نسل الله السلامة والعافية قبل أن أبدأ ونبه في تنبيهات التنبيه الأول أن في المساء إن شاء الله في درس بعد المغرب سنن أبي دول التنبيه الثاني أن غدا درس الصباح ما في درس لأن عندنا مراجعة مع المستشفى إن شاء الله التنبيه الثالث أن والثلاثة مغرب الثلاثة والأشياء والدرس الشهري لكافية الشافية التنبيه الرابع أنه سيقرأ في المقدمة شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبداللظيف بن عبد الرحمن حسن شرحاً مختصراً يقتصر عليهماً إن شاء الله تنبيه الخامس أن يوم الإربعة هذا الدرس الشهري للصحي الحقي المخير المسلم لأنه أول إربعة من كل أسبوع كما أن الثلاثة أول ثلاثة من كل أسبوع ل الكافية الشافية وفق الله جميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولي شيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الرحيمين أما بعد فقال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمد رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بن إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن لتركبن سنن من كان قبلكم رواه التلمذي وصححة تركبن حسن الله لتركبن سنن من كان قبلكم جمعا أقول لكم واحد نعم سن الله إليك لتركبن سنن من كان قبلكم رواه التلمذي وصححة وفيه الأمر الكبير أنه أخبرهم أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها وأن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته لنعقره بالمعاني والحقائق وإن اختلفت الألفاظ نعم وأن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك وأنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة وأن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا قاله المصنف لأنهم لم يفعلوا ولو فعلوا لكفروا لكنهم لم يفعلوا وإنما طلبوا عن جهل فلما زجرهم ونهىهم إن زجروا وارتدعوا ولم يفعلوا ولو فعلوا لكفروا نعم صلى الله عليه فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها كاتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يدعونها ولا يسألونها ماذا يكون حكم ما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم يعني يشد يكون فإذا كان صلى الله إليك فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها كاتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يدعونها ولا يسألونها ماذا يكون حكم ما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها والعكوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبرك انتهى من الشرح بتصرف نعم طلبوا شجرة تبركون بها ويعتقدون أن فيها البركة تكفي الاعتقاد اعتقاد ماذا اعتقد الشركي اعتقد أن فيها البركة وأن تنفع وتضر وتجرب البركة فإذا زادوا على ذلك ودعوها واستغطوا بها وسألوها وذبحوا عندها وغير ذلك زاد الشرك الشرك يتفاوت كمان لمن تفاوت ويغلل الشرك صلى الله عليه نعم قلت وهذا كتسمية مشرك زماننا دعاء الأموات والغائبين توسلا قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث ومن هذا ما عم الابتلاء به من تزين الشيطان للعامة تخليق بعض الحيطان وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهد بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك حافظون عليه مع تضيعهم الفرائض لله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها وهي من عيون وشجر وحائط وحجر وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومى والعمود المخلق داخل الباب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واتجثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى قلت ومن هذا افتتان بعض العوام بعين نجم التي في الأحساء فيقصدونها للاستشفاء لمرضاهم فما أشبهها بعوينة الحمى وكل هذا شرك وضلال فيجب النهي عنه هذا هذا في زمن مؤلف والآن ما في شيء من هذا نعم وفيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو مما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه ولا يعرف هذا على الحقيقة ولا يعرف وفيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو مما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبر من الغلو فيها وصرف حيال العبادة لها ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذين يغفره الله وسمو ذلك الجه وذلك يجب عسل يتعلم ويتفقه في الدينه حتى لاقع في الشرك ويعرف الشرك حتى يحذره بالحديث حذيفة رضي الله قال كان الناس يسألون رسول الله يسأل معا عن الخير وكث يسأل على الشر وخافة أن يذلكني يتعلم يعرف الشر حتى يحذره يعرف الشرك حتى لا يحذره لأن من لا يعرف الشرك يقع فيه ولا يدري وفي أثر عمر قال إنما تنقض أورا الإسلام أورة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا أعرف الجاهلية وقع في الشرك وهو لا يدري وإذا كان كان الصحابة الله عليهم أحسن من أولادهم أفضل من أولادهم لأنهم كانوا في الشرك خبروه وعرفوا وعرفوا مراته وهداهم الله والإسلام فلا قال في مرة أخرى نعم تنبيه ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى حدئهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه وريق الصالحين والتبرك بعرقهم تنبيه ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كالحفظ من الحجر والنووي ويكر وهذا نعم صلى الله إليك كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى أحدهم ليحنكه بتمره حتى يكون أول ما يدخل جوفه وريق الصالحين والتبرك بعرقهم وقد أكثر من ذلك النووي في شرح مسلم هذا باطل الصحابة أنا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الله في جسده من البركة وكان الصحابة تبرك من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتوضى أخذوا القطرات التي ستقاطروا من يديه وإذا تنخم تنخم في كبف واحد ذرك بها جسده وعليه الصلاة والسلام وفي في الحج لما حلق النبي شعره عطا بعض الصحابة يوزعها على الناس شعره في التبرك به عليه وسلم وهذا خاص به ولم يفعله الصحابة مع غيره مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان هم أفضل الصحابة لأن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم ولما نام عند نبي نحلق شعره عطاه أبا طلح يوزعها على الناس ولما نام عند أم سليم وكل بينه بين محربية وعرق سلت عرقه وجعلته في قروره وقالت إنه لأعطى بالطيب اللهم صلى الله عليه وسلم فعلى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما غيره فلا تبرك به لأن الصحاب لأن الصحاب لأن فعله مع غيره ولأنه وسيلة للشرك أيضا نعم صلى الله عليه وقد أكثر من ذلك النووي في شرح مسلم صلى الله عليه نعم قد أكثر من ذلك النووي في شرح مسلم في الكلام على الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدعى صلاحه مثله وهذا خطأ صريح لوجه منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل ومنها عدم تحقق الصلاح ولا يتحقق ذلك إلا بصلاح القلب وهو أمر لا يمكن للطلاع عليه إلا بنص حتى أولا تحقق الصلاح لا يجوز لأن هذا خصم من الله عليه وسلم مع أن من تحقق الصلاح هذا متعذر ما أحد يعلم هذا لأن السرائل إلى الله عز وجل نعم ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته ولو كان خيرا لسبقونا إليه فيكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الله وسلم انتهى ملخصا من الشرح باب ما جاء في الذبح لغير الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأتنى في رحمتك يا رب العالمين قال الإمام أبو القاسم لا لك أي رحمه الله تعالى في سياق ما رواه من إجمع التابعين من الحرامين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال رحمه الله ما روي عن أتباع التابعين من الطبقة الأولى من بلدان شتى سفيان بن عيينة أخبرنا محمد بن الحسين بن عقوبة قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحكم بن محمد أبو مروان الطابري سمع بن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة منهم عمر بن دينار يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق وقد لقي ابن عيينة نحوا من مائتي نفس من التابعين من العلماء وأكثر من ثلاثمائة من أتباع التابعين من أهل الحرامين والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن كل هؤلاء يجمعوا على أن من قال قرآن مخلوق فهو كافر كما سبق إن هذا تكفير بالنوع لا بالعين تكفير بالنوع تكفير بالنوع هو أن يقال من قال كذا أو من فعل كذا فهو كافر ولا يكفرهم معين إلا إذا قامت هذه الحجة إذا شوضت تثلموا على نعم عفاكم الله قال رحمه الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق رضي الله عنه أخبرنا أحمد بن محمد بن حماد وأحمد بن صالح الزارع قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول أخبرنا أحمد بن محمد بن حماد وأحمد بن صالح الزارع قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول بهلول قال حدثنا جدي إسحاق بن بوهلولة قال سألت موسى بن داود عن القرآن فقال حدثني معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألوننا عن القرآن مخلوق هو قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله وأخبرنا عبيد الله بن محمد كلام الله سيفر ذنو السبات عفكم الله قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن داود الضبي عن معبد أبي عبد الرحمن حاء وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر المقري قال حدثنا أحمد بن الحسن بن يونس قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألوننا عن القرآن مخلوق هو قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد قال أبي أحمد بن حنبل رأيت معبدا هذا ولم يكن به بأس وأثنى عليه أبي قال وكان يفتي برأي ابن أبي ليلى وكان يفتي برأي ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن يعني كما يفتي السلف نعم عفاكم الله أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحشن البادع الذارع الذي عندنا قال الذارع يراجع تجمت أما إذا كان أما إذا كان يأخرب يأخرب من الماء ولا يحتاج أن يأتيها إذا كان يأخرب من الماء ولا يستخدم منها أما إذا كان يستخدم منها من ماء الكبريت يأخرب منها لا يحتاج أن يأتي الناس ثرافات إلى المكان ويأتون الناس وهذا يأتون وهذا يروحون وكذا وقد يكون في مخيمات وكذا لا أصلا كل هذا لكن الشيء الذي يستفاد منه بالتجارب إنسانه كان دواء هذا يعرف بالتجارب مثل أدوية من جس الأدوية إذا كان عرف فيها فائدة من جس الأدوية لأدوية هنا معرفة بالتجارب تجارب الأصناف لا يخلص إذا كان عرف بالتجارب إذا كان معروف بالتجارب فيها فائدة ومشكلة حسن الله إليك التجربة بعضهم يقول إنه إذا وضعت المعدن الذي هو هذا الفلوس إذا وضعتها في الماء وشاربتها فيها فائدة وثبت في التجربة وش علاقة تراملة هذا ما نصلح إذا كان فيها فائدة نفس الماء على الجسم نعم نعم ويقال بارك الله فيكم فرق بين التجربة المستندة إلى سبب صحيح يعرفها الخبرة والاختصاص وبين الأمور المستندة إلى ما قد يعتقد فيه أمور تعلق بأمور روحية وخارجة عن أسباب هذا في التعلق هذا ما في شكل هذا يعني إذا كان معروف عندها الخبرة بأن هذا مفيد وعندنا طبا فلا بأس بالتجارب أما مسأة الاعتقاد كان الاعتقاد لا استشفاء فقط نعم استشفاء فقط استشفاء استشفاء نعم يعني استشفاء أما الاعتقاد كان في الاعتقاد استشفاء أيضا بعد لابد يكون معروف هذا عندها الخبرة أنه مفيد بالتجارب عفاكم الله قال الإمام رحمه قال الإمام بالقاسم رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال الصواب بن بكران أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبدنا أبو عبد الرحمن الكوفي وعن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد حاء وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضري قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنب قال حدثني عباس بن عبد العظيم قال حدثنا رويم بن يزيد المقرئ قال حدثنا معبد راشد الكوفي وعن معاوية بن عمار الدهني قال السئل جعفر حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبيد ابن أبي كريمة قال حدثنا يحب عبد الحميد الحماني وقال حدثنا معاوية بن عمار الدهني وقال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله مولى المهلب بن أبي صفرة قال حدثنا علي بن أحمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أخيه موسى بن جعفر قال سئل أبي جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أو مخلوق قال فقال لو كان خالقا لعبد ولو كان مخلوقا لنفد نعم دين المحرور ينفد لو كان خالقا لعبد ولو كان مخلوقا لنفد وقال تعالى قل لو كان البحر مداد لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي دين البحر مخلوق ينفد نعم كلمة الله لا تنفد نعم ورواه ابن وبي حاتم عن ابن نشيط محمد بن هارون عن بركة ابن محمد الحلبي عن مروان ابن معاوية الفزاري قال كنا عند جعفر فذكر نحوه ذكر المحقق قال في الأسماء والصفات بإسنادها عن عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت عليا يعني ابن المدينية يقول في حديث جعفر ابن محمد ليس القرآن بخارق ولا مخلوق قال علي لا أعلم أنه تكلم بهذا الكلام في زمان أقدم من هذا لا أعلم أنه تكلم بهذا الكلام في زمان أقدم من هذا قال علي يعني لا أعلم أحد أن تكلم به قبل نعم أفاكم الله قال علي هو كفر قال أبو سعيد يعني من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وقد استفاض عن جعفني الصادق أنه سول عن القرآن أخالق هو أم مخلوق فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد في المحنة فإن جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة وهذا قول السلف قاطبة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان الوسائل أئمة المسلمين أن القرآن كلام الله غير مخلوق عفاكم الله قال الإمام أبو القاسم رحمه الله عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى أقال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم الوراق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال سمعت الناس منذ تسعة وأربعين عاما يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثا البتة قلت ولماذلك قال لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تكون تحت كافر يعني أنا كفر فتطل الزوجة سونا عفاكم الله قلت أنا فقد لقي عبد الله بن المبارك جماعة من التابعين مثل السليمان التيمي وحميدن الطويل وغيرهما وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه وأجمعهم له وأجودهم معرفة به وأحسنهم سيرة وأرضاهم طريقة وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه وأكثر طلبا للعلم وأجمعهم له وأجودهم معرفة به وأحسنهم سيرة وأرضاهم طريقة مثله ولعله يروي عن ألف شيخ من التابعين فأي إجماع أقوى من هذا اسمه إيش عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك معروف إمام نعم اشتر بالوراء والزهد وكرم وحسن الخلق والإثار والغزو والجهاد والحج نعم رحمه الله عفاكم الله قال رحمه الله قال الإمام أبو القاسم رحمه الله أبو نعيم أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا محمد بن يونس قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول لما جاءت المحنة إلى الكوفة قال أحمد بن يونس قال أحمد بن يونس إلقى أبا نعيم فقل له إلقى أبا نعيم فقل له فلقيت أبا نعيم فقال لي إنما هو ضرب الأسياط قال ابن أبي شيبة فقلت ذهب حديثنا عن هذا الشيخ فقيل لأبي نعيم فقال أدركت ثلاثمائة شيخ كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق وإنما قال هذا قوم من أهل البدع كانوا يقولون لا بأس برأي الجمار بالزجاج ثم أخذ زره فقطعه ثم قال رأسي أهون علي من زري أدركت ثلاثمائة شيخ كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق وإنما قال هذا قوم من أهل البدع كانوا يقولون لا بأس برأي الجمار بالزجاج رمي الجمار بالزجاج كيف المقصود من هذا؟ يشن عليهم بالشذوذ في الفقه وأنهم يجيزون رمي الجمار في الحج بالزجاج ونحوه من غير الحصر يعني هم المتدعون يرمون الزجاج بدل الحجار يعني هم يرمون بالحجارة الكبار يعني أنه لا يستغرب لأنه مبتدع في كل شيء نسأل الله صلى الله عليه وسلم أنا أفرأت بهم نعم أفرأت بأفعالهم وأنا بأقوالهم نعم أفرأت بأقوال السلف المسترد للنصوص نعم عفاكم الله ثم أخذ جره فقطعه ثم قال رأسي أهوان علي من زري كيف مقصوده من هذا؟ يعني إن هذا عقيدة رأسها هو العلي من زره لأن هذه العقيدة أعتقدها فتكون العقيدة مقدمة على رأسه نعم أعفاكم الله قول أبي لأنه كان يخشي القاتل يعني إذن من قال كذا يمتحن قتل بعضه موسوجنا بعضه فقال يعني إلا أبالي إلا أبالي إلا قتلت لأن العقيدة مقدمة أسهل الله قال رحمه الله قول أبي جعفن المنصور ومحمد بن أبي ليلة الفقه أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى القراشي قال حدثنا عمر بن حسن بن مالك الشيباني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال حدثنا عبد العزيز بن يحي المدني مولى بن هاشم حدثني علي بن معبد وشدادني القرساني قال كتب كتب اليون ملك الروم إلى أبي جعفر يعني المنصورة يسأله عن أشياء كتب أليون ملك الروم أليون ملك الروم إلى أبي جعفر يعني المنصورة يسأله عن أشياء ويسأله عن لا إله إلا الله أمخلوقة أم خالقة ويسأله عن لا إله إلا الله أمخلوقة أم خالقة فكتب إليه أمخلوقة أم خالقة أم مخلوقة وليست خالقة ولا مخلوقة ولكنها كلام الله عز وجل نعم إذا كانت من القرآن وإذا كانت تكلم بها البشر فيهم يكلم بشر نعم قال المحقق في إسناده عمر بن الحسن الشيباني القاضي قال دار قطني كذاب وكذلك عبد العزيز بن يحيى يضع الحديث كما في الميزة لكن كلمة لا إله إلا الله جاءت في القرآن وجاءت مكلام الناس لكن لو قرن بها غيرها حتى تكون مكلام الله إنني أنا الله لا إله إلا نفع بدي وهو الله لا إله إلا هو له الحد في الآخرة وقرنها سنعرف أنها مكلام الله أما إذا كانت كلمة لا إله إلا الله فقط هذه محتملة نعم أعفاكم الله وإذا كانت كلمة بالحالة هذا يرمى الصح أقول لا يصح هذا يثير باطل نعم أعفاكم الله ونرجع إلى الأصل وهنا كلام الله ونزل المخلوق نعم وما كلام بشر فهو من جسد بشر بشر مخلقون هم وأعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسنعم أعفاكم الله قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد بن حسني قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمر قال أنبأنا بن أبي ليلى قال حدثني أبي قال لما قدم ذلك الرجل إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى شهد عليه ابن أبي سليمان وغيره أنه قال القرآن مخلوق وشهد عليه قوم مثل قول حماد بن أبي سليمان فحدثني خالد بن نافع قال كتب ابن أبي ليلى إلى جعفر وهو بالمدينة بما قاله ذلك الرجل وشهادته عليه وإقراره فكتب إليه أبو جعفر إن رجع إن هو رجع وإلا فاضرب رقبته وأحرقه بالنار فتاب وراجع عن قوله في القرآن الرجل هذا سيتيل وأخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمر أن ابن أبي ليلى قال حدثني وكيع قال لما كان من أمن الرجل ما كان قال له ابن أبي ليلى من خلقك قال الله قال فمن خلق منطقك قال الله قال خصمت قال صدقت قال فأيش تقول قال فإني أتوب إلى الله قال فبعث معه ابن أبي ليلى أمينين فيوقفاه إلى حلقة من حلق المسجد يقولان لهم إنه قال إن القرآن مخلوق فقد تاب ورجع فإن سمعتموه يقول شيئا فارفعوا ذلك إلي قال وأمر موسى بن عيسى حرسيا قال لا تدعنه يفتي في المسجد قال فكان إذا صلى قال الحرسي قم إلى منزلك فيقول له دعني أسبح فيقول ولا كلمة قال فلا يتركه حتى يقيمه فلما قدم محمد بن سليمان جمع جماعة فكلمه فأذن له وجلس في المسجد قال المحقق في ذكة عين المراد بالخبر أو المراد بذلك قال في السنة لعبد الله بن أحمد حدثني سفير بن وكيع قال سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال أخبرني أبي حماد بن أبي حنيفة قال أرسلني ابن أبي ليلى إلى أبي فقال له تتوب مما تقول في القرآن أنه مخلوق وإلا أقدمت عليك بما تكره وفي السنة لحرب حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثني أحمد بن يونسى قال قال أبو حنيفة عند عيسى بن موسى القرآن مخلوق فقال عيسى لابن أبي ليلى استتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ورواه الخطب في تاريخه من طريق آخر ولفظه قال أحمد بن يونسى اجتمع ابن أبي ليلى وأبو حنيفة عند عيسى بن موسى العباسي وال الكوفة فتكلى قال فتكلم عنده فقال أبو حنيفة القرآن مخلوق فقال فقال عيسى بن أبي ليلى أخرج فاستتبه وفيه يعني السنة لحرب أيضا وفيه يعني تاريخ بغداد قال قال عبد الله بن أحمد رحمه الله قلت لأبي كان أبو حنيفة استتيبه قال نعم كان أبو حنيفة استتيبه وفيه من طريق مسدد بن قطن قال سمعت أبي يقول سمعت يحيى بن عبد الحميد الحماني يقول سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون سمعنا أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق صححه المعلمي في التنكيل يعني سابقا ثم تاب نعم وفي السنة لعبد الله قيل لشريك بن عبد الله استتيب أبو حنيفة قال علم ذلك العواتق في خدورهن قال المعلمي هذا مشهور علم ذلك العواتق في خدورهن قال المعلمي في التنكيل وقضية الاستتابة متواترة قال والمصنف يعني الإمام أبو القاسم للكي رحمه الله يرى أنه راجع عن ذلك القول بعد استتابته ولهذا عده مع فقهاء أهل الكوفة الذين قالوا إن القرآن غير مخلوق كما سيئت ومما يشهد لذلك مرواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناده قال أبو يوسف القاضي كلمت أبا حنيفة سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا فاتفق رأيه ورأيه على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر وفي الرد على الجهمية لابن أبي حاتم قال قال أبو يوسف ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر فكره الذهبي في العلو وسيورد المصنف بعض أقواله في هذه المسألة فيما سيأتي أقوال من؟ أبا حنيفة في تكفير من قرآن في تكفير بعد ما رجع قال أقاويل جماعة من أتباع التابعين مباركة السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتباع هداه الله عليه وسلم قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي ورحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة في سياق كلامه عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر وأن أم حرام بنت ملحان منهم فكان كما قال قال وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين فقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه أخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر وأن أم حرام بنت ملحان منهم فكان كما قال وقال لعثمان إنه سيصيبه بل واف قتل عثمان وقال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين فكان كذلك نعم صلى الله عليه وسلم بين بين هالعراق وهالشام نعم لا شك لا شك أن فترة عظيمة فترة عظيمة ولا سيما أنهم يستدلون بالقرآن والسنة والعلى تأويله نعم رئيس ومطاع وهما سيدة سبب أهل الجنة أيضا الحسن والحسين نعم في الدنيا وفي الآخرة نعم هنا ساق قال فئتني من المؤمنين نعم قال يصلح به في دل على كل من الطيفة وأن لغتنا اللي حصل بينهم عن اجتهاد وليس عن بغي وعدوان ولا يخرجهم من الإسلام نعم لكن أذكر أقول أحسنك ذكر مؤمنين لكن المثبت المسلمين في التخريج كدر التخريج من المسلمين المثبت طيب قال وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وبمن قتله وهو بصنع اليمن وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وبمن قتله وهو بصنع اليمن وقع كما أخبر فكان هذا من دلال النبوة نعم وبمثل ذلك في قتل كسرى وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة وقيل نفيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود أو أسود على بغلة شهباء فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة وأخبر عن الشيماء بنت نفيلة وقيل بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة وقال لثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا فعاش حميدا وقتل يوما ليمامة شهيدا وقال لرجل من من يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه وقال لرجل من من يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه ودعا لي عمر بن الخطام برضي الله عنه فأصبح عمر فأسلم ودعا لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حر ولا برد ودعا لي علي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حر ولا برد قال عند مام أحمد في المسند قال رواه لمام أحمد في المسند وابن ماجه محسن الشيخ الله رحمه الله ودعا لي عبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه ودعا لي أنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه فأولد له مئة وعشرون ذاكرا لصلبه وكان نخله يحمل في السنة مرتين وعاش مئة وعشرين سنة أو نحوها وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام وشوكي إليه قحوط المطار وهو عدم من بري فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعة فثار سحاب أمثال الجبال فموطيروا إلى الجمعة الأخرى حتى شوكي إليه كثرة المطر فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا يمشون في الشمس وأطعم أهل الخندق وهم ألف من صاعي شاعير أو دونه وبهيمة فشابعوا وانصارفوا أهل أبوهيمة أصلاح لك وأطعم أهل الخندق وهم ألف من صاعي شاعير أو دونه وبهيمة فشابعوا وانصارفوا والطعام أكثر مما كان وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة وأمر عمر بن الخطاب أن يزود أربعمائة راكب من تمر كالفصيل الرابض فزود وبقي كأنه لم ينقص ثمرة واحدة سأل الله إليك وأطعم في منزل أبي طلحة ثمانية رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم وأطعم الجيش من مزوادات أبي هريرة رضي الله عنه حتى شبعوا كلهم ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلما قتل عثمان ووهب وحمل منه فيما روي عن خمسون وسقا في سبيل الله عز وجل هكذا وإيش وحلما وإيش حسنا إليك وإيش قال وأطعم الجيش من مزوادات أبي هريرة حتى شبعوا كلهم ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلما قتل عثمان ذهب وفي نسخة وهب وحمل منه فيما روي عنه خمسون وسقا أو حمل في سبيل الله عز وجل وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا ثم رفعت ولا يدر الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل وقال بعضهم لم يبقى منا أحد إن لم تلأت عناه ترابا وفيه أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أحسن الله إليك هذي في غزوة بدر أم في غزوة حنين أهي إنه رمى عليهم بقبضة من تراب وما رميت إذ رميت ولكن هذا فيها سفر في عدر يمكن بعد في حنين وتكررت لكن بدر هذا محق وذكر في حاشة رواية مسلم أنه ربض قبضة من تراب من الأرض قال في حنين لكن لم يدفل الآية قال وذكر بعض أهل العلم أن هذه وقعت في بدر ولا مانع من وقوعها في كل من حنين وبدر وعزاه للبداية والنهاية وتسلق وخارج على مئة من قريش وهم ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه وتابعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق بس انتهت هذه انتهاء البحث طيب وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة اقتصرنا منها على هذا تحقيقا ثم قال فصل في سيرة العشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة الباء بوفاة أو ثلاث أو فسخ فالتصريح لا يحل والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لأنها في حكم الزوجات وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة قال رحم الله التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة الباء بوفاة أو ثلاث أو فسخ فالتصريح لا يحل والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لأنها في حكم الزوجات يعني اللي في الطرق الوزح يعني اللي في الطرق الوزح لا زوج ما دم بقى بقى في العدة حكم الزوجات إلا أنه لا قسم لها نعم أحسن الله وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة لأنها إذا حرمت خطبتها فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد وأما نفقة المطلقة ما دامت في العدة فإن كانت رجعية فلها النفقة لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها فلها مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل حملها لقوله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة من باب الإحسان أحسن الله إليك يستحب قال وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل حملها لقوله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة يا الصحيح ومسا فيها خلاف أكل بها صحيح قولنا جاء في بعض الأثار لها نفقة هذا الصعب أنه ليس لها نفقة ولا كسوة مدى بائن نعم أحسن الله إليك وأما نفقة الرضاع فهي على الأب فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن فلم يوجب غيرها وإن لم تكن في حباله فعليه لها أجرة الرضاع لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأمر تعالى أن لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وهذا شامل لكل ضرر ثم قال أحسن الله إليك وقوله على الوارث مثل ذلك استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له إذا كان وارثه غنيا وارثا له استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له نعم أحسن الله إليك وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان أو غير وارث معنى كلامه أحسن الله إليك وهذا الشرط الأخير قال استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان أو غير وارث نعم الأصول عليه نفقة غريب سوارثا وغير وارث نفقه يجب عليه نفقه حتى ولو كان غير وارث مثل جد محجوب بالأب والأب فقير هذه نفقه نعم أحسن الله إليك وقوله تعالى فلا جناح عليه ما فيما افتدت به فيه جواز الخلع عند خوف أن لا يقيم حدود الله وأنه يجوز بالقليل والكثير وأنه فدية لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة وقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف يشمل كل مطلقة فينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بالمتيسر من المال وذلك من أفضل الإحسان ومن مكارم الأخلاق لأنها في هذه الحال منكسر خاطرها قليل في الغالب ما في يدها ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهراء ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهراء فليس لها شيء يطلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهراء لكن يستحب ولكن إذا سمى لها مهراء فلها نصف نعم أحسن الله وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف وذلك للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار فهل أحسن الله وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف وذلك للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون واستدل بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مع قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها ستة أشهر لأنك إذا ألقيت الحولين من الثلاثين شهرا بقي ستة أشهر للحمل لأنك إذا ألقيت الحولين من الثلاثين شهرا بقي ستة أشهر للحمل قوله تعالى ويكفر عن يمينه وإما أن تلزمه بالطلاق ويوخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش أو وطء أو نفقة أو كسوة أو مسكن أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها وألحت في طلبها وألحت في طلبها حقها أن لها الفسخ قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات لما ذكر تعالى أن من قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلده إن لم يأتي بأربعة شهداء استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكرت فإن له أن يلاعنها بأن يشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ويزيد في الخامسة واللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقابله فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتزيد في الخامسة وأن غضب الله وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها وهو حد الزنا أو الحبس وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات ذكر الله حكم الظهار وأنه منكر من القول وزور وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرمها صريحا أو يقول هي عليك ظهر أمي أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينة ثم قال احسن الله إليك أحكام الأيمان والنذر والعتق بسم الله وصلاة والسلام ورسول الله الله مخفر شيخنا والحاضرين المستمعين قال الإمام الجدد إمام محمد عبدوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إلى الله بهم فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان القاعدة الثانية في هذه العالة أنهم على أنهم مشركين وإن كانوا مقررين بتوحد الربية إلا أنهم لا ينفعهم هذا لأنهم يدعون الأموات يدعون أنهم يشفعون لهم وأنهم يقربون عند الله الله تعالى ما نعبدهم إلا أنهم يقربون إلى الله يسلفا ويذعون من دونهما لا فعهم ولا ظهما يقول ها ولا يشفعون عبدون من دونهما لا فعهم ولا ظهما يقول ها ولا يشفعون عند الله يترون لهم القربة والشفاعة وهم يعلمون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا حيو ولا يمثون ومع ذلك فإنهم وقعوا في الشرك فذل على دعاء المشركين وطلب قرب منهم والشفاعة من الشرك نعم ولو كان الشخص مقرم بالرموبية ولا ينفعه حتى يضم القرب بالرموبية توحد الله وإخلاص الدعاء له فلا يطلب غيره لا شفاعة ولا غيرها لا يدعو إلا الله نعم ولو الشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة نعم فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله نعم والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون شيء يدعو إلا شفاعة تظنوا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله أما شفاعة الحي الحاضر القادر فلا بأس شخص عندك تطلب منه يشفع لك فلا بأس لكن شفاعة تطلب شفاعة من الميت أو من الغائب أو من الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه فهذا لا يجهز فهذا سكنا والمثبتة هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والشافع مكرم بالشفاعة والشفاعة المثبتة فيما نعبد الله والشفاعة المثبتة هذه تقول لأهل الشرك أهل الشرك يطلبون الشفاعة من غيرها فيما أقول هذه الشفاعة الشركية والشفاعة المثبتة يوهيش والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كيف قال هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شفاعة النعود نعم بعد الإذن الآن السفاعة إذا لها سرطة إذن الله للشفاعة للشفاعة ولضفا المشفوع له نعم والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن نعم يعني يوكير لهم من الله لكن الله تعالي يوكم الحافر بقبل الشفاعة نعم والدليل قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا الشاهد من ذا الاستسفاء معنا لا أحد يشفع إلا بإذنه السلام علينا في نعم القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أنه وفق الله جميعا وفق الله جميعا وفق الله جميعا وفق الله جميعا